تواصل وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وقد تمكنت الوزارة في هذا الإطار من ضبط 809 قضايا تموينية مستندية وعينية بمضبطات بلغت قرابة 1336 طن مواد غدائية وغير غدائية خلال 24 ساعة أما في مجال حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 202 طن في مجال حجب أرز الشعير والأبيض وعدم توريد أرز الشعير والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط قرابة 1113 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغدائية وغير الغدائية تم ضبط قرابة 21 طن وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 946 قضية من بينها 200 مئتا وقضية واحدة خبز ناقص الوزن و 171 قضية خبز غير مطابق للمواصفات في مجال القضايا التموينية المتعلقة بغش الأعلاف والبيع بأزيد من السعر الرسمي تم ضبط 11 قضية بمضبطات بلغت أكثر من 70 طن التموينية المتعلقة بمضبطات